اشتركوا في القناة ومناطق الساحلية الوسطى يتبقى الأجواء مستقرة وصفية على العموم على المدن الجنوبية تفاصيل الوضعية الجوية الليلية إن شاء الله نرتقي باستقرار وصفاء على معظم المدن الشمالية مع تشكل بعض غيوم التي تكون خفيفة على مناطق الوسطى وحتى الغربية وصولا إلى منطقة السورة وسط السحراء وحتى على منطقة التلوحة ليبقى صفاء والاستقرار يميز باقي أرجاء الوطن درجات الحرارة الليلية إن شاء الله ستصل إلى حوالي 12 درجة بنسبة لمنطقة عنابا 6 درجات بباتنا كدنا مقياس 17 درجة بولغراس 17 درجة كذلك على منطقة غردية 16 درجة ببشر 13 درجة سجدنا على منطقة هران 18 درجة بجزة العاصمة 7 درجة على الجنفة 9 درجة فقط بمنطقة تلبية 18 درجة على أدرار 14 درجة بجانت إليزي و15 درجة بمنطقة تمناست وضعية الجولي صباحة يوم الغد إن شاء الله لجواء مشمسة ورابعية على طول الشريط السحلي رابط بين وهران وعنابا وصولا إلى مرتفعات الداخلية لتبقى لجواء مستقرة وصفية على العموم مع تشكل بعض الغيوم التي تكون خفيفة على المناطق الصحراوية الوسطى ومتجهة دائما نحو المدن الشمالية الشرقية للوطن جواء مشمسة وصفية على العموم على باقي المناطق الصحراوية درجات الحرارة المرتقبة لصباحة يوم الغد إن شاء الله ستصل إلى حول 19 درجة بنسبة لمنطقة عناب 20 درجة بجزر عاصمة 18 درجة بوهران البيت 16 درجة على الجلفة 17 درجة ببتنا 20 درجة على ورقلة 23 درجة سجنة بكل من غردية أدرار 21 درجة بمنطقة بشة 20 درجة بتندوف 20 درجة كذلك بجانت إليزي 22 درجة بمنطقة تمناست أما عني ملاحة والصيد البحر يكون البحر من هادئ إلى قليل الاثتراب على طول الشريط الصحلي وهذا وفق رياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية 3 فوق 20 كيلومتر في ساعة مشاهدين نذهبكم الآن إلى ورقة المعلومات فلكة التي تخصها جزاء العاصمة وضواحيها لشروق وغروب الشمس يوم الغد إن شاء الله بالنسبة شروق الشمس سيكون في حدد الساعة 6.41 دقيقة أما الغروب سيكون في حدد ساعة 7.6 دقائق ختم النشرة جوية بهذه الصور لمنطقة ستامناست المشهورة بما علمها السياحية ومناظرها الساحرة هي جنة جنة لجيولوجيين بالضبط نسفر اليوم إلى منطقة أفيلال الساحرة يعود تسميتها إلى اسم الفيل إذ توجد بها جبال تشبه الفيل وبين السخور البوركانية التي تطبع المنطقة ينام جمال الساحر بين السخور يتمثل في القلتات أو البحيرات المائية التي تعيش فيها أنواع مختلفة من الأسماك وهي ذات القلتات التي سمحت سمحة تقول باستمرار الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة أفيلال هي واحة قلبة يستعملها الرعاة في تزود بالماء من خلال بحيراتها لرعي أغدامهم وجمالهم أفيلال هي منطقة ساحرة تستقطب السياح إليها على مدار السنة وبما أننا في العطلة الرابعية مشاهدين فزيارة هذه الأماكن فرصة جميلة لكم نهاية النشاء الجوية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر